أهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة وفيديو جديدة نتحدث عن أهم نصايخ وطوقات وتحضيرات لبرج القوس لسهر إبريل ٢٠١٢١ طبعا هعرف ان انتو ازعلاني مني يا برج القوس عشان انا بتأخر عندكم بس اعمل ايه؟ انا دايما قوس واسد وجوزاء لما بعمل الفيديوز تعتهم حد استفارك على الفيديوز فدايما باهتم بالفيديوز اللي بتجيب نسبة مشاهدة اعلى فبالتالي برج القوس مش من اكتر الابراج اللي بنسبة مشاهدتها عالية فبالتالي مش بيبقى بريوريتي عندي بس دايما لازم اتكلم عنه طبعا يعني هو بس باتأخر شوية بس اكيد بحبكو كلكو يعني طيب النهاردة هنتكلم عن ايه الطاقات المساطرة على برج القوس اهم النصايح اهم التحذيرات ايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها وايه الحاجات اللي لازم نحضر منها طيب برج القوس طبعا شهر شهر مارس كان فيه أبس ان دونس عندكم يعني فيه حاجات كويسة حاجات وحشة ما كانش احسن شهر في الدنيا بس الا ان انت اصلا من الابراج المحظوظة السنانية يا برج القوس فيعني ايه جود لك كده ان شاء الله حاجات كتير نفسك فيها تتحقق بس شهر ابريل ان شاء الله في اذن الله يبقى شهر قوة بالنسبة لك شهر فيه نجاحات فيه تقدمات فيه 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 انفراجات فيه فيه انتصارات فيه فيه تقدم فعايز اقول لكم اول 20 يوم من شهر ابريل عايزاك وتنطلقوا يا برج القوس هتحققوا حاجات كتير نفسكوا فيها تنجحوا هتوصلوا حاجات نفسكوا توصلوا فيها فبالتالي ركزوا جدا جدا في نقاط قوتك والحاجات اللي عايزين تحققوها في شهر ابريل لانه هو يعتبر شهر مميز بالنسبة لكم شهر قوي شهر بوعاتكم بتحقيق حاجات كتير وحاجات كتير نفسكوا فيها تقدروا ان انتو تحققوها ان شاء الله بإذن الله طيب ايه الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها صحتكم يا برج القوس بس فيه بونت تاخدوا بالكم جدا جدا من صحتكم ومن الفيتنس بتاعتكم او من ممكن تحصل لك ازمة صحية وتحصل لك مشاكل صحية ممكن تضطر الى زيارة للطبيب من بعد يوم 19 يعني بعد يوم 19 ابريل خدوا بالكم بقى من الاحتياطات اللي بنتكلم عنها موضوع كورونا موضوع مثلا خلي بقى لك من عدمك من مشاكل ممكن تتخبط ممكن يحصل لك يعني خلي بالكم من صحتكم احذروا من صحتكم وخصوصا من بعد يوم 19 ابريل ماشي عندك علاقات هتتورد يعني انا شايف ان هو شهر العلاقات لو انا هسمي الشهر ده بالنسبة لشهر القوس شهر العلاقات لانك هتتعرف على ناس جديدة ناس جديدة داخل حياتك حتى الناس اللي هم مثلا سنجل ممكن تتعرف على حب جديد شخص جديد هتبدأ تعجب به فيه مصالحات يعني لو انت زعلان من ناس ناس متخنقين مع بعض ناس سايبين بعض لا الشهر ده بيوعدك بني فيه رجوع لاشخاص نفسك ترجع لهم يا برج القوس فيش نشاط يعني هيبقى عندك نشاط زيادة عن نزوم انت اصلا شخص نشيط تخيل لما تكون شخص نشيط وتكون اكثر نشاطا فانت متخيل النشاط هيبقى عمل ازاي حلوة جدا جدا يا برج القوس عندك نجاحات في العمل حاجات نفسك تحققها فلوس كويسة جدا جدا جايالك ومتاظر فلوسها تجيلك فاستسمر كل وقتك وكل حاجة عشان تقدر لان هيبقى عندك توفيق الزيادة وعندك يعني كان حاجات كثيرة نفسك فيها تخصل اول 20 يوم وهو شعر فيه توفيقات كتيرة جدا جدا هتخصل عندك مقابلة المقابلة دي مع شخص مهم او مقابلة مهمة جدا جدا تبقى مقابلة وتواصلة في حياتك المقابلة دي هتأثر على حياتك بطريقة ايجابية هتفرق معاك جدا جدا في مستقبلك مهديا او عمليا او في شغلك فانتبه من تلك المقابلة واستعد لها كويس يا برج القوس عندك لو بتدار على شغل جايلك شغل جديد ممكن يكون عندك تحسن في العمل جايلك فلوس من مصدر كويس يعني انت مثلا ممكن تكون في الشغلانة الاساسية وشغلانة اخرى فجايلك فلوس كويسة من الشغلانة الاخرى دي برج القوس فدي حاجة كويسة اعتقد من برج القوس من او راجل بيحب الشغل وبيحب النجاح وبرج تملوك جدا جدا طيب يعني انا عايزك تحقق تنطلق تبقى مبسوط تمل كل حاجة نفسك فيها من اول يوم تسعتاشر انتبه فيه اياما يبقى عندك فيها حظ اكتر زي يوم مثلا اتناشر يوم عشرين يوم واحد وعشرين يوم اتنين وعشرين يوم خمسة وعشرين وستة وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثين هتبقى اكثر حظا فيه الاوقات دي او الايام دي فانت لو بتفكر في حاجة تعملها هعملها في الايام دي طيب زي ما قلت صحتك خط احمر عندك زيارة للطبيب ان شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس لو حسيت انت والعزراء لو حسيته باي اعراض او اي مشاكل صحية ما تأجلش على طول روح للطبيب طيب عندك افكار جديدة عندك مشاريع جديدة ممكن تفكر تدخل مشروع عندك opportunity نجاح في مشروع جديد في فكرة جديدة هتجيلك ممكن تطبقها جايلك فلوس من بره مساعدات خارجية فيه حد ممكن يساعدك ممكن حد يديلك فلوس يعملك تمويل مالي انا شايفة ان هو شهر حلو جدا 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 ان الشمس دا عمل ليك فينوس دا عمل ليك وعطارت كمان دا عمل ليك قبل ما يتنقل للطور من يوم عشرين طيب من اول يوم عشرين بقى اللي ممكن يحصل يعني انت هتبقى اكثر حظا النص الاولاني القوس من الابراغ اللي الحظ بتاعها هيبقى اكثر اول عشرين يوم بعد العشر تياما الاخيرين حظك هيبدأ يقل شوية ايه اللي هيحصل هيبقى عندك ضغوطات في العمل عندك مسؤوليات زيادة عندك شوية صعوبات شوية تحديات ممكن تقابلك مسؤوليات تيجي عليك شوية زيادة ممكن لو بتطلق معاك تعمل مثلا وظيفة معاية لا تضرب خمسة فهيحصل لك ضغط شوية من يوم تصع تصع حاول تنجز اول عشرين يوم لان الدنيا هتبقى ماشى سهلسة معاك ماشى كويسة معاك في نجاحات عندك طيب عندك برضو مصالحات يعني ممكن تتصلح مع حدك وتزعلن منه متخنق معاه ما بتتكلموش مع بعض فانا شايفة ان فيه مصالحات قوية ممكن تحصل معاك يا برج القوص طيب علاقاتك الزوجية او الناس المرتبطة لأ شايفة ان علاقتك بشريك حياتك ممكن ان كان فيها قلق توطر مشدات خناءات عند لأ فيه تعزيز في العلاقات العائلية عندك او الاسرية تبدأ تتكلم مع الشريك بطريقة احسن هو يجي صالحك شوية انت تصلحه فهيبقى فيه كلام في مصالحات خاصة في العلاقات اللي فيها ارتباطات لو انت مرتبط متجوز خاطب لا فيه كلام او فيه فتح كلامك انه كنتم تتصلحه بتبدأوا خطوة جديدة ودي حاجة كويسة جدا جدا انا لو اقدر اسمي شهر شهر ابرل برج القصة من شهر العلاقات انت هتنتشر او يعترف ناس جديدة اسمك هيلمع هتتشهر الناس هتبدأ تسمع اسمك علاقات جديدة كتير جدا افراد كتير هتتعرف عليهم فعلاقاتك صحابك زملائك اصدقائك يعني بيجيبوا اسمك سرتك كتير الناس هتسقف لك عندك نجاحات في العمل عندك تفوق انجازات سفر عندك سفر كتير فعندك علاقات ممكن يحصل شوية شوية قلق بسبب زخل بس انا شايفكت انحدي هذا القلق يبقى نصحت لكم يا برج القص لو عندك حاجة نفسك تنجزها بتفكر في مشروع بتفكر في شراكات بتفكر في افكار جديدة حاول تنجز كل ده في الاول 19 يوم من الشهر استمتع بحياتك ممكن على فكرة يبقى فيه ناس عندهم ارتباط رسمي كمان من برج القص يعني ممكن ناس يحصل لهم ارتباط يعني شايف انه ممكن يحصل ارتباط لبرج القص في الشهر ده سواء خطوبة سواء جواز سواء تحضر فرحة سواء يعني عندك حاجة حلوة هتحضرها او انت تتخطب او تتجوز او تدخل في علاقة حب جديدة للناس العزاب يعني ممكن تتصالح شايفة نجمك يلمع يعني في في يعني نجمك هيلمع وسبيشال يوم عشرين يوم عشرين كده كأنك نجمك هيلمع كأنك هتنتشر هتشتهر الناس هتسقف لك شايفة ناس كثيرة قوي قوي تسقف لك الناس هتحاول تقرب منك يعني ناس هتقرب شايفينك حاجة كبيرة جدا جدا بس حاولت عندي نصيخة مهمة لك ممكن تقلل يعني حاولت تقلل الهزار بشكل محد ما تعرفوش يا برج القوس لان ده ليه قلل من صورتك شوية ممكن الناس تبقى اي شايفة ان انت شخص مثلا بتهزر كتير في وقت مش مناسب شايفين ان انت مثلا مش المفروض تهزر بالشكل ده حاول تخلي بالك من طريقة هزارك او طريقة ضحكك او طريقة تعاملاتك مع الاشخاص المختلفة عنك حاول ان انت كمان يا برج القوس تقلل تعرضك للحوادث يعني مثلا خلي بالك ما تشيش بسرعة خبطش ما تتعورش بحاجة يعني حاول انت تنتبه شوية فيه شخص يقدم لك دعم هيقدم لك نصيح مبورج ترابي اسمع لذلك الشخص يعني عزراء او عزراء او طور او جدي عندك مساعدات مليئة فيه شخص هيقدم لك دعم هيجي لك فلوس هتسدد جزء من ديونك شايفك منتبه لشغلك بس شغلك ضغوطاته هتزيد في العمل وفي المهنة زي ما قلت في اخر عشرة ايام مسئوليتك هتزيد هيبقى عندك شغل كتير جدا مطلوب منك حاجات كتير قوية طيب انا شايفة شريك حياتك يا برج القوس شايف ان انت متسلط عليك شوية او ان انت يعني ايه حاول ان انت تتقل عليه شوية ما تبقاش زنان معاه متسألوش اسئلة كتيرة ما تعدش تتلف حواليه لانه شايف ان انت ايه بتحصره حاول تقلل حسارك لي يا برج القوس لو شخص ده من برج ناري او برج ترابي هشتكي منك يعني هشتكي يقول ايه ده انت بيحصرني ده بيكلم معايا كتير قوي ده انا مش عايز اتكلم معايا كده او بتغير عليه بشكل بتشك فيه فحاول تقلل للمقطة دي يا برج القوس قولولي يا جماعة القراءة دي بتتفق معاك ولا لا قولولي تفرجوا علي من فين انت برج ايه ما تنسوش طبعوني على السوشال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك انا شايفة ان هو شهر نجاحات شهر حلوة قوي شهر قوي من اقوى الشهور اللي عندك في السنة استغل لها كويس يا برج القوس فان انت تصنع مجدك وتصنع نجاحاتك وتوصل للي انت عايزه عندك تفوق فيعني جو اون يا برج القوس بليز قولولي تفرجوا علي من فين يا برج القوس قولولي فعلا هل الفترة دي انت وعلاقتك بشريك حياتك لو انت مرتبط فيها توطر بسبب شكك او بسبب غيرتك او بسبب ان انت يعني شوية في شوية مشاكل ما بينك وبين شريك حياتك ولا لا او قولولي كمان هل شهر مارس كان شهر صعب بالنسبة لك ولا لا يا برج القوس كالعادة هستنى منكو تعملوا لايك عشان لايك هيدعم القناة بليز ما تنسوش تابعوني وقولولي القراءة دي بتتفق معاكم ولا لا تانكيو با